إلى القاهرة ينضم إلينا دكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتداول الأوراق المالية أهلا بك معنا دكتور معتصم وإن بدت المؤشرات خضراء لكن التحركات لم تكن بالمستوى الهابط الذي شهدنا بجلسة يوم أمس اليوم الأسواق المصرية برأيك والمستثمر هل استوعى في صدمة خروج بريطانيا وما حدث في بداية هذا الأسبوع طبعا دولات يوم أمس كان السوق العنف الموجود فيه كان هو أكبر سوق في المنطقة تأثر بالانخفاضات الحادة التي حصلت في الأسواق الأوروبية يوم الجمعة والانخفاضات التي كانت أكثر من كان فيها أفرسولد في كثير من الأسواق وده لعمل الارتدادة في نفس الجلسة لكن المؤشر المصري في عيب أن دائما يحسب الإغلاق على متوسط عمل اليوم وبالتالي لما بيحصل ارتدادة في آخر نصف ساعة أو آخر ساعة من جلسة التدول ما بتأثرش كدير على متوسط عمل اليوم وبتبقى اللستات أو آخر تنفيذ أعلى كثير من الإغلاق ده بيسمع مباشرة في الجلسة التالية هو ده اللي حصل النهاردة الحصل النهاردة أن الآخر تنفيذات في جلسة أمس كانت دقريبا هي الأسعار الافتتاحية في جلسة اليوم شفنا السوق أكثر من 1% صعود ثم هذه الأرباح تقلصت نسبها مع انخفاضات بعض الشيء في السوق يمكن أن أعين المستثمرين كانت تنظر دائما لتدولات الأسواق الأوروبية والانخفاضات التي حصلت في منتصف الجلسة في الأسواق الأوروبية شوية جعلت السوق يكون فيه عمليات بيعية في نهاية الجلسة بشكل عام السوق كان فيه أحجاب مقيمة تداول أقل من أحجاب مقيمة تداول أمس السوق كان اقترب من مستوى 7000 نقطة ودائما الأرقام الصفرية ديت أو 7000 بتبقى نقطة مقاومة نفسية بالنسبة للمستثمرين من الصعب عليهم أنهم يتخطوا كمؤشر لارتفاعات جديدة شفنا البنك التجاري ما ساهمش النهاردة كتير في الارتفاعات ويمكن كان آخر جلسة تداول كان أقل من سعر نهاية جلسة تداول أمس وبالتالي السوق بشكل عام فيه حالة من الزفزبة أعتقد أن هي ستستمر خلال جلسات الماضية وسيكون أعين المستثمرين دائما على الأسواق الخارجية طيب إحنا شفنا ضربة أخرى الآن توجه بالنسبة لشهادات الإيداع بالمدرجة بلندن دكتور معتصم مع أنه الفترة الماضية كانت عملية تحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع تمركزة على بعض الأسهم التي لديها هذه الشهادات في الخارج الآن هل ما حدث في بريطانيا سيعيد المستثمر من جديد للتركيز على أسهم هذه الشركات أو التخارج على الأقل من هذه الشهادات الإيداع الخارجية لا لا أعتقدش جدا لأنها هيظل السوق البريطاني أو سوق لندن هو السوق المالي الرئيسي للسوق المصري هو شهادات إيداع كثيرة لأسهم مصرية مكايدة في السوق لندن وبالتالي كمان عمليات تدبير العملة التي كانت تحصل في السوق المصري عن طريق الشراء في مصر والبيع في لندن ده ما زال وسيظل مستمر طالما هناك أسعار سوق سوداء وفي صعوبات لتدبير العملة من خلال البنوك أعتقد أن ده برضو سيستمر لكن نحن عارفين أن البنك التجاري الدولي نفسه كان لنسبة شهادات الإيداع بتاعته كان اكتربت من نسبة 33% كان 31% على ما أتذكر كان اكتربت من كده وبالتالي كان هناك المستثمرين يحتاطوا أصلا لغلاق عملية التحويل نتيجة وصول البنك التجاري كشهادات إيداع في لندن بالنسبة 32% وهي الحد الأقصى لأي شركة مصرية يعني يكون نسبة شهاداتها في لندن 33% أيضا كان عندنا شركات أخرى يعني عندها عدم سيولة في عملية التداول في لندن وبالتالي عملية الأربريتاج دي أو عملية الشراء في مصر والبيع في لندن لم يكن موجودة خلال الفترة الماضية كان البنك التجاري وإيديتها هما دول السهمين الأساسيين اللي كانوا عليهم حركة لكن أنا اعتقادي أن الأمر ليس يتأثر بما حدث في بريطانيا طيب خلينا نتحدث اليوم عن التصريحات اللي سمعناها من محافظة المركزي المصري طارق عمل وذكر بأنه لن يكتم الطعن على قرار المحكمة بوقف القرار الخاص بتجديد مدة رؤساء البنوك أو تحديدها هل أعطى نوع من الطمأنينة بالنسبة للبنوك دكتور معتسم هذا التصريح أم هي كانت متوقعة أن لا يتم الطعن من قبل المركزي المصري على القرار؟ كان منه متوقع أن يحصل تراجع عن القرار ونحن نرى بعد إصدار القرار مباشرة كان هناك إعتراضات شديدة على هذا القرار وكشفنا أن القرار مستهدف بعض رؤساء البنوك ليس فقط رئيس بانك التجاري الدولي لكن أيضا بعض رؤساء البنوك البنك المركزي هو اللي بعينهم أو الحكومة المصرية تمتلك حصة كبيرة في هذه البنوك وبالتالي القرار كان ظاهر بتاعه أنه مستهدف فيه فقط البنك التجاري الدولي أظن النهاردة المستثمرين لم يكن هدفهم الرئيسي مثل هذه الأخبار كان هدفهم الرئيسي الأسواء العالمية وبالتالي لم ينظروا على هذا الأمر لكن بالتأكيد هذا القرار وموافقة البنك المركزي على حكم وعدم الطعن عليه سيجعل المستثمرين خاصة الأجانب لإعادة نظرتهم الإيجابية على سهم البنك التجاري الدولي وهو سهم الرئيسي في البورصة المصرية وبالتالي يساعد كثيرا على استقرار تدولات عدم توجيه بعض المستثمرين تساؤلات على هذا الأمر عدم رغبة بعض المستثمرين على خروج لعدم معرفتهم بالكيادة الجديدة وبالتالي أعتقد أن هذا سيؤدي فعلا إلى مزيد من الاستقرار خاصة عن مدى متوسط وطول الأكل تصريحات العمران اليوم بأن الشركات المصرية اليوم المدرجة قد تواجه بعض العقبات فيما يخص رفع سعر الصرف والفائد على الإقراض والخصم دكتور معتسم هل هناك سبل تتجاه إليها الشركات أو خطط يمكن لتفادي كل هذه العقبات لتعزيزها ومشها الربحية أم هي مستسلمة لكل هذه الضغوطات الحالية بشكل عام ننظر على المخاطر الموجودة لأي شركة نجد أنها منوعين مخاطر منتظمة ومخاطر المنتظمة مخاطر منتظمة معنى تقع لكافة الشركات العاملة في السوق المصري ومخاطر غير منتظمة معنى مخاطر تقتص بها شركة عن شركة أخرى يعني شركة تعمل في قطاع البترول فتتأثر بما يحصل في قطاع البترول لكن لا تتأثر بما يحصل في قطاع الاتصالات على سبيل المثال أو شركة تعمل في قطاع الاتصالات لها مخاطرها الخاصة للعمل في قطاع الاتصالات لكن المخاطر المنتظمة منها سعر الفايدة. منها سعر الصرف. منها الوضع السياسي. منها الوضع الأمني. وهكذا. فهذه مخاطر منتظمة تقع على كل الشركات. بالتأكيد كل الشركات ستتأثر بهذه المخاطر بشكل أو بآخر. لكن بالتأكيد هناك أدوات للشركات لتقليل من المخاطر المنتظمة التي تقع عليها. يمكن منها التنويع في استثماراتها خارجية ودخلية. يمكن منها في سعر الفايدة أنها لا تعتمد على الاقتراض بمبالغ كبيرة. وتبدأ أنها تعمل إعادة هيكلة لقرودها. وسادات جزء منها من السهولة الموجودة. وبالتالي قد يؤثر على دخولها في استثمارات جديدة. بالنسبة لسعر الصرف. بالتأكيد الشركات لا تأخذ قرود دولارية في هذا التوقيت. إذا كانت متأكدة أنها عندها إرادات دولارية. تقدر أن تسدد بها أصل الدين والفوايد الخاصة به. بالتأكيد هناك إجراءات يمكن للشركة أن تقلل من أثر هذه المشاكل أو المعقوات الموجودة لديها. لكن في النهاية هي لا تستطيع أن تنهي على هذه المشاكل. لأن هذه المخاطر المنتظمة تقع عليها سواء رغبت أو لم ترغب. وشكرا جزيلا لك دكتور موتسم الشهدين. نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون. لتداول الأوراق المالية كنت معنا مباشرة من القاهرة.